اشتركوا في القناة بيحب يعرف ايه هو ترسل نوبي وايه هي العدد بتاعته والتقاليد بتاعتهم وكل ما ينوب عن النوبة وعن اصل النوبة بكل يعني انواحها النوبة لها مميزات بتختلف تماما عن اي اهل تانية يعني اهل النوبة بالذات لهم رونك وليهم زوء وليهم شكل مختلف تماما في كل حاجة في عددهم في تقاليدهم في افرحهم في السيافهم وفي اذياءهم في حاجات كثيرة قوي 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 دايما البيت النوبي ليه يعني مش هقول عادية ولأ ليه طفرة جميلة جدا بنخش دايما بيت النوبي بنحس بيه بالذوق الجميل سواء كان في الوان وسواء كان في الاشكال الموجودة فيه او الحاجات الانتيكات والطحف اللي بتتحط في البيت النوبي بتبقى مختلفة عن اي بيت تاني برضو دايما كلنا واي اسرة بتحب الافرح النوبي وبتحب يعني ايه حنقول مش الافرح النوبي وبس يعني احنا بنحب دايما فافرحنا ان احنا نقول لنا الحنة النوبي ولازم نحي الفرح بالرأس النوبي قابليها بيوم دفعا تقول للعرايس سواء كانوا مصريين او غير مصريين يحبوا دايما زي ما نقول الزفة النوبية بتبقى قبل الفرح بعدة ايام ليه لان البهجة النوبية في دقتها في لبسها في شكلها بتدي فرحة فرحة كبيلة من قروبنا كلها عشان كده انا حبيت ان انا يعني اتكلم دايما او اتكلم عن التفاصيل النوبة والناس بتاعتها ومرسمها وكل حاجة بتختص من النوبة لذلك اول ما حتكلم على النوبة حتكلم عن عاداتها وتقاليدها العاداتها عندها والتقاليد او النوبة بتنقسم الى حاجتين عادات وتقاليد وبتتنسم الى مراسم وافراح مختلفة ودايما كنت عايزة اقول قبل اي حاجة التراس النوبي تراس من ايام الفرعنة والفرعنة دايما كانوا بيرمزوا للنوبة باشكال كتيرة جدا تختص بالنجوم والاشكال الجميلة الهلال والحاجات كل ده ليه رمز معين عند النوبة ليه شكل معين وليه اسم جميل لذلك النوبة بجمالها لو حبيت اتكلم حتكلم عن حاجات يا ما قوي 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 هياخد معايا حلقات عديدة يعني لكن النهاردة حبيت ان انا ابدأ على العادات بتاعت النوبة تختص باللبس النوبي اللبس النوبي ولو كنت اتكلمت عن اللبس النوبة وعن شكل النوبة فهتكلم عن الهند ميد اللي بيبقى دايما احنا كلنا طبعا في الثياب النوبي فيه ناس كتيرة جدا ما تعرفش بيتلبس ازاي او بيتصنع ازاي او بيتجاب منين ناس كتيرة جدا بتعتقد ان احنا بنشتريه من اي اماكن مختلفة لكن لا التراس النوبي او الطوب النوبي ليه شكل مختلف تماما عن اي لبسة اخر وعشان كده قلت ان الحلقة دي نبدأها بالتراس النوبي والزي النوبي ولو قلت على زي النوبي حتكلم على الهند ميد ونعتبر الاولى في اللبس الهند ميد على مستوى سكندرية الاستاذة مونة قشر منال قشر اهلا وسهلا بحضركوا ساذة منال اهلا بحضركوا عرفينا بنفسك كده ساذة منال مكة عشر يعني مشهور مكة عشر احب انتكلم عن مكة وجمال مكة ماني خليكي اسم مكة اين اه مكة مستوحي من بنتي يعني انا جايبا من اسم بنتي من دلع بنتي مكة عشر مكة جميلة عشر يعني جميلة بالنوري اه اتكلم اه اه اي يعني مكة يعني جميلة يعني اه مكة عشر يعني جميلة بالنوبي يعني انت بقلت مكة عشر انت مكة جميلة مكة عشر ازاي اه طب احب اعرف لما حبيتي تبدأي بموضوع الهند ميد والتوب النوبي دو ايه الفكرة جاتلك ازاي يعني يعني الفكرة اللي جاتلك ان انت تبدأي في الثياب النوبي ازاي او ليه هل عشان انت بتحبيها ولا عشان الجانب المادي يعني بيرجع ده للجانب المادي لا انا من الجانب المادي خالص يعني انا اصلا حبة التراث بتاعنا تمام وده بيبقى جوانا يعني ده نبع جوانا حب النوبة حب الالوان حب جمال الطبيعة بتاعتنا خالص اه بدأت بقى الهوية اللي لقيت تشجيع طبعا من والدتي والناس اللي حوالي اه بدأت ان انا اعمل معارض وعمل حاجات بدأت ان انا اغير شوية عن التراث القديم بس هو هو التراث موجود يعني نفس الشكل هو هو نفس الشكل بتاعنا بس بدأت ان احنا بنطوره بالوقت بتاعنا الحديث بتاعنا بدأت قريب ازاي يعني كزي يعني كزي ايه زي الجرجر كده كده هو هو الجرجر لا سيبنك جرجر دلوقتي عشان ده ليه قصة تانية ليس هنكلم فيها التوب التوب نفسه التوب بدأت ان انا ادخل فيه شغل حاجات بقى تطرزات اه يعني الاول كان كالتوب او كالشجر بتاعت المطوقية بتاعت الكنوز كانت بتبقى ومش سيدة كده خالص وعليها شريك بس ستين او ممكن من غير شريك ستتين اه بدأنا احنا دلوقتي ادخل فيها حاجات بقيت ان انا طبعا دبع العصر بتاع دلوقتي في عرائز بتحب الحاجات ندخل للي ندخل تطرزات اه بدأت ان انا اغير فيها كده ده شغل ايدك يعني انت اللي بتعني بايدك انت ولا ليك يعني ليك يصطف من البنات او حد معاك لا هو ليه ناس بصراحة يعني في حاجات انا بستعين بناس يعني انا عندي شغل حاجات ببتكرها زي بعمل اتواب بالرموز النوبية بالشغل النوبي دي بحتك فيها بصراحة فنانين يعني انا عندي فنانة تشكيلية هي اللي بترسملي بيديها يعني نجيب تميلي أتواب فيها رموز آه فيها رموز نوبية الرموز بقى زي الجمربوبة كذا حاجة بقى بس دي حاجات طبعا بتتوتش الحال لا يعني تتوتش حاطة يعني ولدنا حاجة رمز كده أو رمزين الخفافين نقدر نعرف من خوسي هو حضرتك المثلسات أصلا اللي بتبقى على البيوت أصلا النوبية دي معلها التوحد تمام الجمربوبة زي الحالة إنها لنا نفسها ده اسمه الجمربوبة الجمربوبة آه ده اسمه يعني بيسير للجمال المرأة آه لحالوة المرأة وجمالها ففيه حاجات بقى زي الحاجات دي يعني زي الحديد ده اسمه بي آه ده في الفديكات أنا من دي اسمه بي ده حاجات تكون لها أيها اثا انا انا دي حاجات تكون حاجات لها إسم وليها práكماحي مختلفة آه بطول شرحها طبعا تمام طب وانتي مقام يعني فيه الأتواب يعني فيه ناس من النوبة بس اللي بتحب تشتري الأتواب ولا ناس عديدة الحمد لله دلوقتي دخلتها لكل الناس الناس اللي بتحبها بالضبط يعني ناس كتيرة مش نوبية بقيت تحب ان هي تعمل ليلة الحنة على الطرس النوبي تمام بدأت بقى ان فيه ناس بتحب ألوان معينة بتحب حاجات خفيفة استرازات خفيفة نبدأ ندخل لولي لاني دخل حاجات يعني كريستالات بدأت ان انا دخل على حسب كل واحدة يعني الواحدة بيجيلي بعرف دمكها راحة فين وابدأ ان انا اشتغل لها الشغل علي بتختار الطوب وبتختار اللون والحاجة وانت بتعمل لها بالضبط وبالوحدك الحمد لله مع رجل الحمد لله لا يعني بحسب ان الهند ميت دوت لا انا معي والدتي بساعدة معاك او والدتي بساعدة ماما بتساعد معاك او من هي بارك طيب انا عايزة اسأل سؤال بقى احنا طبعا كل الناس فيه ناس كتير قوي عندها سؤال محيارها قوي ايه هو الجرجار الجرجار ده ده طبعا من النوبة القديمة يعني من زمان اصلهم تمام وهو هو الجرجار احنا ممكن بس غيرنا فيه حاجة بسيطة الجرجار معناه كانت حاجة بتجرجر على الارض تمام ايه دي كانت يعني سمات المرأة زمان ان هي بتمسح خطواتها وهي ماشية او تمام يعني ده بيميزها او بيمسح خطوات المرأة او يعني وهي ماشية ده بقى يعني اعتقاداتهم بقى نهية بتشيل الارواح الشريرة والحاجات دي يعني وهي ماشية الجرجار بيمسح خطواتها مايعرفوش ان فيه مرأة عادة او فيه حد عادة من نفس الطريق اه يعني هي وهي معدية ده بيمحي اه خطواتها اه لو فيه اي حد نعايز يعمل اي شيء طبعا يعني ده خاص بالارواح بقى يعني ده اليعمل وميزيت جامدة جدا يعني وهو اصلا عبارة عن لبس شفاف او طل تمام يعني بيبقى خفيف وبتلبس تحته جلبية او افطان ولوان طبعا الوانة مختلفة او الوانة مختلفة وكده اه وليه قصرات القصرات دي فردية عاديك هتقول ليش معنى قصرات فردية او ايو كنت لسا هتقالك القصرات فردية بتدل على امواج البحر امواج البحر يعني بقى موت بالزبط يعني هو بقى زي ما بوسي حواريح نتفرج بقى على منظر الجرجار بيبقى وايسة يعني الحب اي حد حابب ان هو يرتدي الرداء دوة زي ما طلبتوا قبل كده دوات عبارة اهي الكسرات بسي حضرتك ده بيتلبس هنا برضو فيه في مصر ولا في النوبة بس بيتبسوا في النوبة ودلوقتي بقىنا البسوه في الحفلات في المعارض يعني بيتلبس دلوقتي بعمل الحفلات بيتلبسوه في المعارض بتاعتنا الاطفال الصغرين والناس الكبيرة اصلا ده رمزنا ده رمز النوبة ده رمز النوبة يعني مش بيلبسوا في التوب النوبي نفسه يعني ممكن يغيروا يلبسوا المنظر الجرجار دوة ما احنا شكليين فيه ناس كنوز فيه ناس فاديكاد تمام الفاديكاد يرمزوا اصلا تعيب الزر وفيه الكنوز بيلبسوا التوب النوبي يعني او التوب اللابسة كده اهو وفيه ناس كتيره دلوقتي بقى بيلبسوا الجرجار وبقى كمان يعني اكترية الناس برضو ما بقاش نوبيين بس بيحبوا يلبسوه بقى ناس تانية برضو بقى فيه ناس تانية بتطلب الجرجار؟ او طيب في بقى طيب ممكن نشوف يعني التوب من الاتواب بقى العادية اللي انت عاملنا تهنديميت كده طيب اتفرجينا يعني هو اصلا الشغل انا باشتغل يعني الشغلة اصلا بيبقى من قدام او افريدي افريدي موسي هادرينبت بيبقى اتفرج بقى على الشغل الهنديميت وعلى جمال النوضة أول جزء دوا بيبقى فودي عشان ده الي بيبقى من جوه عشان يلف ده الـرفطه الي من قدام يبدأ بقى ده الرسمة الي من قدام يبدأ بقى يلف معنا دي الذي هو عند الراس ابدا أحدده من عنّ الراس وبرضو حسب الرسمة في حاجات رسومات اه وحسب الشواء حصل ما العروسة بتختار وحصل ما الديزين يعني احنا بنشوفه يعني الوسه رفاية بيبقى لي ايه الوسه الماليان بيبقى لي ايه الحاجة اللي بتليق عليها يعني بيجي لك رعوسة انت بتختارها الطوب طولة لا الطوب دا يمشي معاكي او ما يمشيش على حاسب بقى رؤيتك انتش للموضوع ايوه تمام طب تفرجنا كده الموديل الجميل دوت ده طبعا ثياب نوبي من احلى شغل مكة ده شغل ايدك برضو اه الحمد ده شغل هند ميت ايوه نتفرج الجماعة للجمال وده كمان مدخل فيه فرانشات ده حاجة جديدة بقى يعني اول مرة شوف طوب نوبي فيه فرانش وفيه شغل تاني دلوقتي مدخلها طوب بالافريكي شغل افريكي شغل افريكي مدخلها القماش الافريكي مؤسسة على اشكال ومدخلها في الطوب ايه حطها على الطوب نفسه يعني بزبت اوه على القماشة على القماشة نفسها بالزبت تمام جميل جدا شغل ممتاز جدا ومعاملاله برضو البرتوفيه بتاعه اوه يعني ممكن مش لازم عروسة بس ان هي تلبسه يعني ممكن اي حاج يخرج بيه عادي اوه او مناسبة المناسبة دلوقتي عاملة اصلا الطوب بالبرتوفيه بتاعه وعهنا كمان شو زاج منه برضو برضو اوه يعني فيه انت عاملالها برضو البرتوفيه هاندميت اوه البرتوفيه بجيبه يعني بجيبه البرتوفيه العادي ايوه وببدأ ان انا اكسيم من بره بالزبط بتكسبيه نفس اللون الطوب نفس اللون الطوب ونفس احط له ستراسلوت اوه لا ده شغل اللي بقى مش قادر لقوله شغل عالي جدا جدا يعني ان كان بالبرتوفيه وشوز ومسح البرجد يعني طقم مكتمل يعني اللي ي ياخد curge ويمشي ويمشي بيه باقى خلاص يعني يعني انا مو كن اخرب به اوه عادي يعني اوه عموة ابحبو البص اللبس اللبسه تم بنسبة هiken طيب احب بقى سؤال كده صعب شوية عيضت عرفوه عندي اوه اهي القراجيد القراجيد ليلة الحنة ما يطلق عيلة الحنة انا سامعت ان التقدر بيرقصوا صفوف تمام دي رأسة الأراجيد أطلقوا عليها يعني لما الشباب يوقفين صفوف فارة بعض والسيدات يبدأوا بقى الأهل يخشوا دايرة في النص بيبدأوا أنه هم يرقصوا فدي أطلقوا عليها الأراجيد وبقى كلمة لحيز لبس مميز كده كده الشباب أصلاً ورجال الجلبية البيضة أو الجلبية يعني عن مثل ولازم العمة على الرأس أو التقية تمام والسيدات الجرجار أو التوب يعني ممكن يبسوا التوب أو الجرجار بالظبط أو لكن مش شكل واحد هو الجرجار واحد الأسود ومن تحت بقى تلبس الألوان اللي أنت عايزة والألوان بتاعتنا بقى الأحمر الأخضر يعني الشباب بيبقى الأراجيد صف واحد أه صف شباب لقبس جلاجليب البيضة لكن الستات بتلبس بقى أو البنات بيبسوا إيه بقى الجرجار الجرجار في الأراجيد بيبسوا الجرجار والجرجار بيلبسوا يعني من صغير لكبير مش مختلف بخلاف اي حاجة تانية طب والرقيد دي بتبقى لها في وقت الافرح معينة بس ولا ممكن في اي وقت راح تحب يعملها او يتشتغل في اي افرح يعني في اي وقت هي في ليلة الحل بس لا عادي ما احنا ممكن دلوقتي في الفرح بنرقصها رقيد اغاني معينة اغاني معينة للارقيد اه بنرقصها عليها رقصة يعني هي استغف بيروح ويجي مش لازم بقى ان انا ابقى لبس لبسه معين بقى فيها اولا نفرح ولا بقى واشتغلت اغنية زي كده عادي عن الرقص طيب بقى في حاجة ملكة كده جميلة كده عايتين نعرف الكندكة الكندكة دي يعني معنى الملكة العظيمة اه كلمينة بقى عنها باستفوض شوية الكندكة يعني من زمان من قبل الميلاد تمام الملكات اللي كانت السيدات اللي كانت بتحكم يعني كان زوجة الملك اه تمام كانت اول ملكة كانت اسمها ملكة اماني ريناس طيب دي كانت اول ملكة تمام كان من قوتها وان هي وقفت يعني جنب الملك وكلام دوته بعد ما توفى برضو هي مسكت التولي بعدي وكده اي الناس بقى اطلقوا عليها الملكة العظيمة ليه بقى عشان هي مسكتها بعدي اه ما هي كندكة معناها الملكة كان لها قوة معينة او كان لها هدف معين ولا كانت لا ما دي الملكة اللي تتربى على عرش النوبة او فدي اللي ساموها كندك دي اللي اطلقوا عليها كندك اختلفت القراء يعني ان كان في موقف الماء في الخرطوم وكانت الملكة وقفة واعترضت على يعني كان فيه يعني زي بكون فيه خلافات كتيرة ووقفت اه كلمت مع الشعب ففي هذه اللحظة يعني قالوا ايه لا خلاص دي الملكة ويحددوا شكلها بلبسها كانت لابسة طوب ابيض ومن لحظة ديت وهم حابوا يقولوا دي ملكة ما دي كانت اول ملكة ما دي اول ملكة الملكة امانير الناس هي دي كانت اول ملكة مرات الملك تمام كانت تزوجها لقولها بتاعت الملكة تمام من كتل يعني الكوة بتاعتها فعشان كده اطلقوا عليها الملكة القوية اه من كوة عشان عرفت انها تتكلم مع الشعب وانها تتكلم مع الشعب واطلقوا عليها كل دي كانت اه طبعا انا الحلقات طبعا لسه يعني عشان اتكلم على موضوع اللبس وعلى النوبة وعلى حاجات جميلة وعلى بقى الحنة والدلكة ومرسم العرس كلها وحاجات طبعا كتيرة جدا انتم ما تعرفوهاش عن خاصة بالنوبة وخاصة بالعروسة النوبية اللي كلنا كلنا بنحب ان لن اي عروسة تحب تعمل مراسم النوبة وطبعا دي بيبقى ليها منظر مختلف تماما عن اي حد حتى بشرة النوبة او السيدة النوبية اللون الجميل اللون اللي فيه لمعة جميلة جدا وبشرة نعمة جدا طبعا ده هيحتاج مننا وقت ولكن وقت الحلقة طبعا صغير فنحنا نتمنى ان احنا يكون لنا حلقة دايما تانية وتالتة مع الاستاذة مونة طبعا اللي هي استاذة الهندميت كله مونة عشر موكة عشري موكة عشري اشكرك واحبك بيلي كلمة كده للجمهور قبل ما نختم تختمني وليه كلمة كده طبعا اي حد عايز تفصر عن اي حاجة طبعا اي حد حابب ان هو يستفسر عن التوب النوبة او حد حابب ان هو يعمل اي شغل نوبي عندنا موكة عشر موجودة معانا وارقامها موجودة على الشاشة واشكركم ويلا اللقاء في حلقة قادمة ان شاء الله مع التراصل نوبي لان احنا لسه مخلصناش احنا هنحتاج اكتر من حلقة هنكلم فيها باستفادة جامدة عن النوبة شكرا شكرا